اشتركوا في القناة 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 حملاً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صوتاً اشتركوا في القناة 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 ترجع اللق ومسبع ويدل على اللطمى ويدعلى ظلاء والمرتضى ينشي في دموع الحسن وحسن وقفت على عراء سلم جبتك بالوصيل مع صوفة العين والدول والنخفية وابنت عتيبها وهيجت من الحمية وقال هيا بنت المصطفى يحقل اشتعتمي عشت عقوب فرقان محظول موذلي لي من كثر تلويع الرجل صارت علي تحفظ ايه شحجي وشعدد من مصر آآ يبه الجلي كل ما شفت هالحار آآ القلب يشتعلنا وعظم علي يوم آآ بالحجرة ما اسمع جواب ما اسمع وعظم علي يوم شباب بالحجرة لفت لي ايه صح اللعنة بمر ايه فدك وسوت ثبت ايه ضلت نوح ومن بجا آآ 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 ثوبت لي ايه دول الوصية والقمى آآ 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 صاغت لي هخوى بعب بعب سلمت لله وكسروا اغنوا الوديحة وضعنا عقب عينا آآ أكيب ابراهيم بياته بياته جارة وعلي لو ضيق دينة دينة وسيه سهم بتعال ملك العليلة تجسرون انا ما اقرأ انا ما اقرأ البيت انت تقرأ يا سيد الكون الوصية ما رآها ما رآها يا سيد الكون الوصية ما رآها خرخة هجم والدارة الى البتولة يا الله يا سيد الوصية يا سيد الوصية يا سيد الوصية انا انا لله وانا اليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين المجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما اعلاها هي بنت من هي زوج من هي ام من من ذا يداني في الفخار اباها لا شك ان اعظم امرأة في الدنيا واكبر شخصية عرفتها الحياة بعد ابيها رسول الله وبعلها امير المؤمنين هي الصديقة الزهراء عليها افضل الصلاة والسلام الزهراء فاطمة شخصية تضرب في اعماق التاريخ وهذا الخط الفكري والتربوي والعقائدي الذي انطلق في الافاق وترك اثرا كبيرا وبارزا على مسيرة الانسان في الارض ما معنى هذا الكلام؟ المعنى انه ما من نبي التفتوا للكلام ايها الاحب ما من نبي الا واحتاجة للزهراء في ضرف من الظرو الانبياء الانبياء احتاجوا للزهراء ودعوا الله عز وجل باسم الزهراء وبأبيها وبعلها وبنيها نحن عندما نستعرض الروايات والاخبار والاحداث التي مر بها الانبياء والمرسلون نجد ان الانبياء الانبياء اذا نزل بهم الخط اذا احدق بهم البلاء اذا اشتد بهم الازمات كانوا لا يجدون حلا وطريقا للخلاص من تلك الازمات والمحن الا ان يتوسلوا الى الله بمقام الصديقة الزهراء الانبياء من لدن عادم يتوسلون الى الله بالزهراء حينئذ يكشف الله الكرب عنهم ما من نبي كما اشرت الا واحتاج الى الزهراء في ظرف من الظروف حتى في قضية نبينا آدم عندما حدثت المشكلة يا شباب واخرج من الجنة وانزل الى الارض ما الذي صدر من نبينا آدم هل ارتكب معصية النبي آدم ارتكب معصية لا لان النبي لا يحصل الله النبي مسدد معصوم من ان يقع في الخطأ والزلل نبينا آدم لم يرتكب ذنبا اذا ما الذي صدر من نبينا آدم بتعبير علمانه ترك امرا توجيهيا ارشاديا ولم يترك امرا تعبديا مولويا شنو معنى الكلام الاوامر تنقسم الى قسمه الاوامر التي تصدر عن الله عن رسول الله عن اهل البيت يقولون تندرج تحت قسمه مرة تكون اوامر تعبدية مولوية هاي اللي تندرج تحت تصنيفات الاحكام الشرعية محرم مستحب مكروه هذه اوامر تعبدية لا مفر منها نسأل عنها بين يدي الله مو كيفك لابد تطبقها صلاة واجبة لابد ان تصلي اوامر يجب ان تلتزم بها اوامر تعبدية مرة تكون الاوامر انت تقرأ الحديث حديث امر بيك تقرأ شوف امر هذا مو امر تعبدي امر توجيهي والمؤمن يكون فيه مخير يطبق او ما يطبق براحته ليش؟ لان يقولون ما الى علاقة بمسألة العقاب والثواب والجنة والنار اوامر توجيهات ارشادات عامة فيها فائدة طبعا كبرى تترتب على اعدائها والالتزام بها لكن نحن غير مطالبون بها بين يدي الله اوامر ارشادية هذا بالنسبة لنا احنا الناس العاديين اما بالنسبة للانبياء وامة اهل البيت لا يختلف شأنه النبي والامام المعصوم لا يحق له ان يترك الامر الارشادي فضلا عن الامر التعبدي المولوي اثنين مطبقه وهذا الذي حدث لنبينا ادم هو لم يرتكب معصيه انما ايجي امر توجيهي بدقة اتكلمه انها الشجرة لا تأكل منها يا ادم مو لان العمل حرام لا تقترب منها امر توجيه ارشاد عن الله لكن مع الاسد هو اكل من تلك الشجرة الله سبحانه وتعالى طبعا لانه شخص غير عادي هو نبي فاتخذ الله منه موقفا واخرجه من الجنة وانزله الى الارض فبقى نبينا ادم في حالة من الندم والدموع ظل يبكي بكاء طويل مرير في حسرة حتى عد من البكائن الخمسة مصحيح؟ البكاؤون ها شباب خمسة البكاؤون خمسة اول منه نبينا ادم بكاء بكاء طويلا مرير الثاني نبينا يعقوب بكاء على فراق ابنه يوسف الثالث نبينا يوسف بكاء على فراق ابيه يعقوب الرابع هي الصديقة الزهراء سلامه الله بكاء طويلا بعد فراق ابيها رسول الله الخامس هو العمام زين العابدين بكاء بكاء طويلا المؤرخين يقولون خمسة وثلاثين سنة ما قدم له طعام او شراب الا ومزجه بدموعه على كل حال شاهدي وين انه نبينا ادم ظل يبكي بكاء طويل مريض يطلب من الله عز وجل ان يتوب عليه وان يعيده الى منزلته الاولى ظل هكذا في هذه الحالة الى ان هبط عليه الامين جبرئين ما قلنا الانبياء احتاجوا لهذه الاسماء ودعوا الله عز وجل بها هبط عليه الامين جبرئين يا ادم ترى هالمشكلة ما تنحل تبقى انت على هالحال لكن الحال عندي من الذي يتحدث امين وحي الله سيد الملائكة جبرئين يا ادم انت تحتاج لهذا الدعاء ادعوا بهذا الدعاء تنجلي كربتك ويتوب الله عليه وتعود الى منزلتك الاولى توسل بهذه الاسماء وين هذا الدعاء انقذني به ادعوا به فان هذا الدعاء ليس بينه وبين الله حجاب يصل الى عرش الله وان شاء الله تعود الى منزلتك الاولى ما هو هذا الدعاء قال له ادعوا الهي بمحمد وانت المحمود من اعظم الادعية عندنا الهي بمحمد وانت المحمود وبعلي وانت الاعلى وبفاطمة الله ما اجمل هذه الاسماء تؤثر حتى في الجبال الرواسي تفتح ابواب السماء بفاطمة وانت فاطر السماوات والارض بالحسن وانت المحسن بالحسين وانت قديم الاحسان بمجرد ان دعى نبينا آدم بهذا الدعاء تاب الله عليه واعاده الى منزلته الاولى وهم كلمات آدم اذ تلقى فتاب بهم في هذه الاسماء فتاب بهم عليه يعني نبينا آدم واستجابوا اخاف ان احدكم يقول هالكلام ما يقولون الا الشيعة بس الشيعة اللي يقولون هالحسين كررونه غير هم ما يقولون لا اشوف غير ناشي يقولون من يقول هذا الكلام ما يقولون الا الشيعة انا احيلك الى مصدر يعني الليلة شباب شوية بالانترنت اكتب بس وفاء الوفا في اخبار دار المصطفى بس هذا عنوان الكتاب للسمهودي الشافعي كتاب قيم لأحد كبار علماء اخواننا السنة عالم جليل شي اسمه السمهودي الشافعي كتابه وفاء الوفا في اخبار دار المصطفى شوفوا شي يقول نفس المصطفى امر بالعاية الكريمة وعلم ادم الاسماء كلها شعلق عليها ينقر رأي المفسرين يقول اسماء الاشياء المفسرين يقولون اسماء الاشياء يعني نبينا ادم في بداية الامر ما كان يعرف اسماء الاشياء فهبط عليه الامين جبرائيل فقال له يا ادم ترى هاي الشمس هاي القمر هاي الارض هاي السماء اخبره باسماء الاشياء شعلق عليها السمهودي عالم سني يقول هذا تفسير ضعيف هذا التفسير يقول هذا تفسير غير مقبول ولا ياخذ بها اصحابنا اذا ما هو التفسير الصحيح قال التفسير الصحيح الاسماء هي محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين يقول هاي الاسماء اللي توسل بها الانبياء الى الله فكشف الله الكربع عنه في الجزء الثاني بنفس المصدر شوفوا نهاية الجزء الثاني الليلة فتشوا نهاية الجزء الثاني بحث عنده يعني ختام من الكتاب شنو عنوانه واضح من عنوانه مشروعية التوسل برسول الله عنوان البحث في نفس المصدر العنوان فاذا هذا الكلام مو غريب كل المسلمين ينقلونه الان بشكل مباشر وحفاظا على الوقت انقلكم الى رواية عن امامنا الحسن العسكري سلام الله افتحوا قلوبكم واذهانكم شوي خلينا في الرواية بشكل سريع والحديث في رحاب الزهراء سلام الله روحي الهل شيقول الامام العسكري في كتاب بحار الانوار للعلام المجلسي من اجل الكتب عندنا ينقل الامام العسكري يقول لما خلق الله آدم وحوى واسكنهما الجنة فلما دخلا الى الجنة منه؟ آدم وحوى فلما دخلا الى الجنة ورأيا ذلك النعيم نعيم الجنة الذي لا يوصف ما رأته عين وما خطر على قلب بشر نعيم الجنة فلما رأيا ذلك النعيم وذلك الاكرام وذلك الانعام والملائكة في خدمتهما كل شيء طوع امرهما يقول الامام العسكري سلام الله عليه ظن انهما اكرم الناس على الله اعتقد انهما في القمة قالوا بعد ما احد ماكو احد في درجتنا ومكانتنا عند الله لو كان احد في درجتنا او مساوي لنا في الدرجة عند الله كان المفروض يتنعم معنا الان في الجنة اشوف الجنة خالية ما فيها احد فظن انهما اكرموا الناس على الله فعلم الله ما في نفسيهما حتى ليس يرتساؤل بها ذهانكم ممكن واحد يسأل يقول هاي النبي ادم كيف يعتقد هذا الاعتقاد يفكر هذا التفكير يقول انا بالقمة يقول هذا المعنى قذفه الله في ذهن نبينا ادم وزوجته حوى ليش حتى يصير ارضية يصير سبب لابراز عظمة الزهراء وللحديث عن اهل البيت هاي سبب انهما يعتقدان انهما في القمة قال له احنا في القمة واصلا ما كانا في الجنة هاي شباب ادم وحواه كانا في الجنة شوفوا الامام الصادق لما سألوه قال له له ادم وحواه في الجنة قال له اين تعبير الامام بدقة اتكلم قال في حديقة غناء في بستان جميل اصلا مو في الجنة يعني هما مو في الجنة ومع ذلك اعتقدان انهما في القمة واندهشوا من هذا النعيم وهو درجة متدنية جدا من النعيم بستان جميل حديقة غناء مو في الجنة بمعنى الجنة اللي اللي يستعرض معالمها وملامحها القرآن الكريم مو الجنة الجنة نعيم الجنة النعيم الحقيقي الذي يعده الله لخاصة خلقه للمؤمنين للأتقيام العبادة لا مو الجنة حديقة حديقة بستان جميل درجة متدنية من النعيم ومع ذلك اعتقدا انهما في القمة فأوحى الله الى الامين جبرئين قال له يا جبرئين روح خذ بيد ادم وحواء جولة على الجنة وديهم راويهم الجنة جولة على الجنة راويهم درجات النعيم الحقيقي بديهم اجل الامين جبرئين اخذ بيد ادم وحواء وجولة على الجنان يدخلهما في جنة ويخرجهما من اخرى ملتفتين ليش جنات ليست جناة واحدة جنات متعددة الجنة ليست جناة واحدة ما قلت يدخلهما في جنة ويخرجهما من اخرى لان الجنة درجات متفاوته الامام الصادق يقول درجات متفاوتة من النعيم والثواء جنة ليست جناة واحدة ليش لان المؤمنين في دار الدنيا المؤمنين يتفاوتون في ايمانهم المؤمنين في دار الدنيا يختلفون يتفاوتون في إيمانهم في توجههم في مستوى الإخلاص المعرفة لله بالمناسبة ألفت انتباهكم حتى نوعية العمل تلعب دور جودة العمل نوعية العمل أكو بعض المؤمنين يوفقون إلى بعض الأعمال كثير من المؤمنين مع الأسف لا يوفقون إليها ولذلك رسالة الليلة في رحاب الزهراء هل وجوه المؤمنة كلمة إن شاء الله تصل إلى المدى اللي أريدها أنه لا تقتنع بما أنت عليه شباب تقول أنا على خير وترى الغالبية ترى احنا كنا إيماننا تقليدي يعني يعني دائما نريد أن نصبه إلى الإيمان المميز لا تقتنع بإيمانك على هذا الشكل أن يكون تقليدي لا خليك مؤمن مميز اندفع امتاز ببعض الأعمال التي تقربك إلى الله ترفع من مكانتك الليلة بمجلس الزهرات حدد موقعك في الجنة وين تريد؟ وين تريد؟ بأي درجة من الجنان؟ من تحدد بحض الأعمال كثير يغفلون عنها وهي ترفع من مكانة المؤمن تكون إلى درجة خاصة عند الله والله العطاء والجزاء والمكافأة والأجر يتحدد على مستوى العمل في دار الدنيا من الذي يفكر في قضاء حوائج المؤمنين؟ قليل قليل اللي يعيش هذا الشعور أن يريد يقضي حاجة أخوه المؤمن يتلمس حوائج الناس يسعى في قضاء حوائج الناس يقدم العول للناس يعيش هذا الشعور دائما قليلين والله على عكس ذلك البعض يجي إلى وسطه هاي العمل العظيم يجي يم وإذا يعرض عن أخاه المؤمن موجود له لا ها أحبتي تروح لب موقع العمل ولا كأن يشوفك تمر عليه قل له هاي الموضوع قال له الموضوع مو عندي أنا روح مننا ولك حرك روحك من الكرسي أول وينك أنت ما تقوم تقضي حاجة أخيك المؤمن عمل عظيم أكو كلمة عند الإمام الصادق أنا أريد أبينها لكم والله يعني كلام شوية يعني خلي الواحد شوية صيد خوف يعني على أنه هذا المؤمن الله اللي مرسلنا إليك مؤمن بس أنت ما تضع له شاء صغير في عينك فلان مر عليك فقير ما تحرك روحك من الكرسي موضوع مو عندي يجي اثنين الله يطرش لك واحد ثاني كلام عن الإمام الصادق بعد الثالث خلاص ما تقوم خلاص الله يقول لك أريد أعرفك الآن مستواك حين خليك تقوم تبادر يصير نشط يقول بخدمتكم تريد خدمة أمر واحد من أهل الدنيا بس شوية شخصية ولباسة شوية ملفت لكنه منحرف يشرب الخمر فيعظم في عينك فرأسا يقوم ما عندك حاجة نقضيها لك شنو اللي عندك القضية جيب أشوف الله يقول لك هذا مستواك عبادي المؤمنين ثلاثة طرشتهم إلك ما قضيت حاجتهم مصحيح فأنت مستواك هذا أن تقضي حاجة هذا الرجل المنحرف اللي يشرب الخمر الفاسة ففي أعمال مهمة تحدد موقعك في الجنان تخطر موقف لأحد علمائنا واحد من علمائنا علماء الطائفة مرجع تقليل هذا كل يوم من الصباح عند خروجه إلى الدرس يقف عند باب داره خمس عشر دقائق يوقف انطعت راسها كذا ذاكرا لله غاضا بصرا يذكر الله عز وجل الطلب المشايخ التفت وكل يوم المرجع يقف عند الباب عشر دقائق قبل أن ينصرف إلى الدرس قالوا هيا لازم نسأل عنها غريبة هذا ليش يقف فسأله سيدنا شيخنا تقف عند الباب كل يوم نحن ننتظرك الدرس أنت توقف دقائق عند الباب شا عندك توقف قال أنا أوقف لغرض قال لي شنو قال أريد أن أوفق يمكن أن أوفق فأفتتح يومي بأعظم عمل يقربني إلى الله قال لي شنو هالعمل قال انتظر يمكن أن يطف واحد عند حاجة فأقضيها له ينتظرني ينتظر متى يطلع المرجع أو الشيخ قاعد واقف ينتظر متى يطلع فيقول له أمشي سريع يمكن ما يلحقني فأوقف دقائق أنطي مجال يمكن واحد أمر عند حاجة وشيخنا انتظرك متى تطلع ترى عندي حاجة فأقضيها له فأوفق في أعظم عمل يقربني إلى الله يجعلني في القمة وأوفق طوال يومي لأنني افتتحت يومي بعض عمل هو من أحب الأعمال إلى الله كم مننا من يفكر بهذا التفكير قليل أليس كذلك فالجنة درجات بس الجنة درجات لو النار درجات بعد هنا أساتذة النار درجات بعد طبقات متفاوتة من الجحيم والعذاب خطر بحث عن صاحب الميزان جميل في أنواع العذاب اللي وردت في القرآن أنواع العذاب عذاب أليم غير شديد غير مقيم غير مهين كل نوع من العذاب يعلق عليه يقول لا يكون نوع غير يقول ولهم عذاب مهين شي أعلق عليها يقول الله يريد الله يريد يهين بعض الشرائح في يوم القيامة الشرائح الذين يعذبون في جنة ولهم عذاب مهين الله يريد يهينهم شي أعلق عليها العلامة طبا طبا يقول من سلخ العمل الذي يرتكبوه كان ما يتورع يمشي يهين أخاه المؤمن يمشي الله يهينهم يوم القيامة ولهم عذاب مهين فيه إهانة لأنه هنا خاه المؤمن هذا الليهين واحد الاعتياد هكذا يتوعده الله بالعذاب كيف بالذين أهانوا رسول الله كيف بالذين أهانوا الزهراء بأبي وعم على كل حال نمشي سريح حتى نخلص من الرواية وإذا بالأمين جبرائيل يدخلهما في جنة ويخرجهما من أخرى إلى أن دخل بهما إلى جنة الفردوس خلينا نكمل الرواية تبدوا إلى جنة الفردوس ما هي جنة الفردوس يقول الإمام العسكري بمجرد أن دخل بهم الأمين جبرائيل إلى جنة الفردوس ذهلا يا جبرائيل ماذا نرى كان في درجة متدنية من النعيم والآن يوديهم الأمين جبرائيل من درجة إلى درجة أرفع إلى الدرجة الأولى النعيم النهائي الذي أعده الله لخاصة خلقه وللصفوة من عباده يقول إمامنا العسكري فذهلا يا جبرائيل ماذا نرى ما هذه الجنة ما اسمها لمن أعد الله هذا النعيم قال هي جنة الفردوس قال لمن خلق الله هذا النعيم قال إن هذا النعيم هو نعيم محمد وآل محمد هذه جنة الفردوس نفسها جنة المأوى اللي يشير إلى القرآن نفسها جنة الخلد اللي يعبر عنها الإمام الصادق كلها تشير إلى هذه الجنة أرقى درجات النعيم كل شيء في جنة الفردوس يستدعي التأمل ومميز ويستدعي التساؤل والتعجب إلا أن الإمام العسكري يقول مر الأمين جبرائي بآدم وحواء أمام مشهد أمام منظر منزل من المنازل فوقفه قال يا جبرائيل ولا خطة واحدة نتقدل ماذا نرى كل شيء يستدعي التأمل بس أكو شيء أكثر أخذ اهتمامه وتعجبه ماذا نرى يا جبرائيل قال هي سدرة المنتهى سدرة تتلألأ بالأنوار إلى عنان السماء سدرة المنتهى أنوار تتلألأ منها إلى ساق العرش سدرة ما هذه السدرة يا جبرائيل قال هي سدرة المنتهى في جنة المأوى ما هذه الأنوار من اللي تسأل حواء بدقة تكلم الإمام العسكري والحواء تقدم قالت يا جبرائيل وهالأنوار المنهاي اللي تتلألأ قال إنها أنوار فاطمة بنت محمد هذه أنوار الزهراء أنوار فاطمة لأن الله جعل نور الزهراء في سدرة المنتهى في جنة المأوى ولذلك يقولون العلماء أن نطفة الزهراء ما تقلبت في الأصلاب هذه خصوصية حتى نطفة رسول الله تقلبت في الأصلاب الطيبة الطاهرة المباركة إلا نطفة الزهراء خصوصية ما تقلبت في الأصلاب شاء وين عجل؟ قال من ثمار الجنة في سدرة المنتهى في جنة المأوى إلى أن عرج برسول الله في ليلة الإسرائي والمعرى شايفين نفس الموقف شعلق صاحب الميزان يقول ما من خصوصية ما من قضية لرسول الله ولأهل البيت إلا ونجد لها سابقة في تاريخ الأنبياء لازم حدثت من قبل لأحد الأنبياء ليش؟ لأنه يقول له صايرة أول مرة مثلا والله يحط له القرآن يتحدث عنها وهي تخص أهل البيت يكذبونها المسلمين عداءاً لأهل البيت يقول هاي ما صارت حط له يتحدث بها يقول هاي ما صارت هاي أول مرة هاي من افتعالات الشيعة لكن لما القضية صارت من قبل شي يقول صاحب الميزان يقول تصير أرضية لقبول نظائرها في أهل البيت أضرب مثلا الليل احنا مجتمعين المن مول الزهراء الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين بضعة رسول الله الزهراء بما للزهراء من عظمه يمكن واحد يقول والله الشيعة بالغون مثلاً أو كذا أو يحاول ناقشاً يقول له أمامك السيدة مريم سيدة مريم ما اصطفها الله ما طهرها يعني يصطفي السيدة مريم وما يصطفي الزهراء التي هي سيدتها ومولاتها إذن أكو شبهها سيدة مريم موجودة أليس كذلك؟ الآن هاي القضية حتى قضية الإمام الحسين مثلاً مقتل الإمام الحسين نحن نجتمع من أجل الحسين مثلاً لماذا موجود شبه لمقتل الحسين في تاريخ الأنبياء لو لا موجود النبي يحيى لماذا نقرأ شهادة النبي يحيى لأنه أكو شبه شوية أكو أوجه شبه بين مقتل النبي يحيى وبين مقتل الإمام الحسين فحصل على هالميزة أنه حصير قتل مظلوماً وقطع رأسه وأهدي رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل نفس القضية حدثت للحسين إذن هنا المنزل الذي توقف عنده آدم وحوى نفس المشهد يتكرر لرسول الله بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى وين ها النزلة؟ عند سدرة المنتهى وين ها السدرة هاي عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة في ليلة من الليالة على هالمنبر الشريف نحن تكلمنا بتفصيل حول هالآيات في شهر رمضان إذ يغشى السدرة ما يغشاه إذ يغشاه ما يغشاه من النور ومن القداسة ما زاغ البصر وما طغه بصر الرسول ما حاد يمين ولا شماله النتيجة شنو؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى نفس القضية ما علق الوقت انتهى نفس القضية لنبينا آدم وحوى يا جبرائيل ماذا نرى هاي السدرة لأن الله أوجد أنوارهم مو فقط الأنوار لا يشتبه عليك الآن الله صور صورهم وأوجدهم وخلقهم قبل أن يخلق الدنيا بما فيها بالرقم يذكر الإمام الصادق أربعمائة عام أربعة آلاف سنة على اختلاف الروايات وتقدم آدم قال إلهي ماذا أراه ما هذه الصور أوهل هناك خلق قبلنا شوف صور موجودة هاي الأنوار صور على أشكال بشر بس نورانية قال إلهي ماكو خلق قبلكم يعني إلى الآن بالإيجاد الطبيعي ما خلقوا بس هلهم وجود هلهم وجود قبلكم بآلاف السنين لكن إلى الآن ما وجودوا بالإيجاد الطبيعي شاء ليش ما ينزلون للأرض وإذا بالجواب من الله هذا دورهم دور عظيم عطاءهم عطاء كبير إلى الآن الأرض ما مهيئ لبعثة هؤلاء رغم أنهم لهم موجود أنوار حول عرش الله محدقين لكن إلى الآن ما يجى دورهم دورهم دور عظيم يجيهم ينزلون فيه إلى الأرض قرأ الأسماء كلها آدم ما هذه الأنوار قال يا حوى إنها فاطمة أنوار فاطمة تنسين فاطمة يا حوى سيدتك ومولاتك سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين الكلام شوي يطول تريدون تعزي واذر الليلة عندك دمعة ليلة الزهراء ما أحظمها من ليلة الزهراء ابنة خاتم النبيين وسيد المرسل يا حوى اعرف الزهراء اعرفيها واعرفي قدرها زوجة سيد الوصيين وأمير المؤمنين ولداها الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وهذا نور هذا نور الزهراء سئل الإمام الصادق لماذا سميت جدتك بالزهراء ليش سميت بالزهراء اسمع الكلام والله الكلام معادي الإمام الصادق يقول لي أن الله خلقها من نور عظمته ما قلناه؟ ها في سدرة المنتهى في جنة المأوة فلما أزهرت أضاءت السماوات والأرض الزهراء بأبي وأمي وغشيت أبصار الملائكة وخر الملائكة لله ساجدين وقالوا إلى هنا ما هذا النور جاء الندى من الله هذا نور من نوري أسكنته ما قلناه؟ نطفة الزهراء ما تقلبت في الأصلاف أسكنته في سمائي فهو من عظمتي أخرجه من صلب نبي من أنبيائي أفضله على جميع الأنبياء وأخرج من هذا النور اللي هو نور الزهراء ألا إمة المهديين حججي على عبادي بعد انقضاء وحي وأخرج من هذا النور ولذلك إحنا الشيعة نعتقد نقول أنوار الأئمة تتفرع من النور الأصل يا نور نور أمهم الزهراء بدءاً بالإمام الحسن وانتهاءاً بالإمام المهدي أنوار تتفرع من نور الزهراء من نور أمهم الزهراء هاي الزهراء ماذا أقول في الزهراء ما قلنا في الزهراء رواية عن الإمام العسكري والله حتى علمائنا عندما يكتبون في الزهراء يقولون هاي اجتهادات متواضعة مؤلفات مجلدات يقولون هاي اجتهادات متواضعة احنا وين وين حتى نقف على حقيقة الزهراء الزهراء لا يعرفها إلا أبوها رسول الله لا يعرفها إلا بعلها أمير المؤمنين أولادها إلى إمه الطاهرون سلام الله عليه هاي اللي عرفوها ماذا اقول في الزهراء بس الحسر في مثل هذه الليلة والشكاية لرسول الله يا رسول الله ليتك حاضر هاي الزهراء اللي حجينا عنه حبيبة رسول الله ببعته روحه التي بين جنبين وينك يا رسول الله لترى الزهراء وهي عالقة بين الباب والجدار وينك يا رسول الله لتنظر الى الزهراء عالقة عالقة بين الباب والجدار وينك اللي بجهدها شباب هاي الليلة لكم جميعا بيلة الزهراء محصورة بين الباب والجدار ما تقدم تطلع الزهراء ابنون جاءت لها اسماء وفضل اخرجتاها من بين الحائط والله صوت من بين الحائط والباب ليش ما تقدم تطلع الزهراء جاءوا من العلاب وتستحي لما في وقار الليلة ليش ما تقدم تطلع الزهراء بين الباب والجدار اقوله اقوله لان المسماء نبت في صدرها شعور ان الزهراء شعور ان الزهراء شعور ان الزهراء خلفه الله اشتواه رفس الباب برجلين يا ليت هاشل الله الله زهراء خلفه الله اتكى على الجدار والجدار وضغط على الباب واصر الزهراء بين الباب والجدار المسماء في صدرها المحسن وين جليل الزهراء ما سألنا على الجدار وين جليل الزهراء مرحوم مرحومها الصغيرة وينك يا صاحب الزمن وين الجليل الجليل تعفره على الزهراء المالالمن تشكو الزهراء ما عند احد دافعه ابنو انتفتك الى قبر ابيها رسول الله الونا اللي تنطلرها هاي الونا ونا تكو على لسانها للزهراء تحكي مع ابيها يا بويا يا بويا يا بويا يا بويا بعدك يهضمو يا بويا يا بويا يا بويا تغضي يا بويا يا بويا يا بويا اللي تشتكي يا عيام من فعلة الانسره اجمع على هدايك وعن البلايك ولن تحب واصي من ضربة المسمى يا ابويا يا ابويا تغطى يذل سمعني سمعني يا ابو يا ابو يا تغطى يذل بعد 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 لعدك يا ابو براهيم شفت القنقر انقوار غصبي وكسر ضد عيد رضمتني العيد دعك الجنين اللي تعفل على التربة يا مويا يا مويا تغضع يدل يا مويا يا مويا تغضع يدل شكرا مويا ايه لا ابياد مؤلمة ماكو ماكو قال لها بشب النار قالت شبه اعليا وارحل يا خايل للعهد للنار تصلي قالها ما طب والدار قالت ما اخلي شعفة مصر لزمة الباب الحزين بعمل انا منها واخد صوته وضربه بعمل انا منها واخد صوته وضربه قلبها يا فاطم حجرة جلازة نطبها وحط قوة بالباب يا شيع العصر بعمل انا منها واخد صوته وضربه قلبها يا فاطم حجرة جلازة نطبها وحط قوة بالباب يا شيع العصر واطم تنادي يا رسول الله تكون تتحمل اقرأي تتحمل اقرأي والفتح باب الدور والزهرة للاخر والاجلسة الولادة ما بينه وبين الاجدار نادى على صحابه وهجم بهم عبده والباب لا فتح للستر وضعت نبيه ماذا ماذا جاءهم واصرفهم وفوق وجنتها لطمها قويلا قويلا صرفة صرفة الى قبل رسول الله جاءهم واصرفهم وفوق وجنتها لطمها ضلعين 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 كسبها ببطنها ولا رحمها ضلعين كسبها ببطنها ولا رحمها ضلعين وزينة تشوفها وقامة تبدأ فحلها ضلعين 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 بس اروف للوفا ما عني وقدها على الفراش وقده بعد هذا الحدث على فراشه تجوله بنفسه تلوجه بنفسه ضلعين تقولنا علينا يقطع الخلوم يا ابن العام ما عهدتني كاذبة ولا خالد ولا خالدتك منذ عاشة بني قال ما عاد الله أنت أبا وأتقى وأشد خوفا من الله من أن أبنفك بمخالفتي إياك ولكن يا ابنة رسول الله عز علي فقدك ومفارقتك يا ابنة رسول الله لقد جددت علي مصيبة رسولك فيانا هام المصيبة ما أمضه وأشده نظرت إليه أوصته بوصاياها يا ابن العام إذا ألا قضيت نحبي فغسر لي وكفر لي وحنقني برقية حنون أبي رسول الله وادفني بالله إذا نامت العيون وهدأت الأبصار ولا تدعى حضر من من ظلمني وكسر ظلمني أن يحضر جنازتي ومواراتي واصنع لي نحشان فإني رأيت المنى قد صورت صورة قال صفيه لي يا فاطمة فوصفته عمل علي بوصية الزران وكان أول نحش الحمل في الإسلام ثم نعدت ثم نعدت يا ابن العام خذ الحسن والحسين وامضي به ماما إلى قبل رسول الله يا يا خرج علي تريد اتبع من الحسن والحسين لحظات رحيه يا رهام اللحظ خرج علي من الدار مع حسنا وحسينا نعدت يا اسمار اسكبي لي ماما أريد أن اغتسل جاءت لها بالمام اغتسلت مولاتنا فاطمة ودخلت إلى حجرة يا اسمار أنا في الحجرة أصلي لرمي وأتلو القرآن بعد ساعة كلميني فإن أجبتك وإلا ضحقت بأبي رسول الله يا الله عندك استعداد رصيفة الزهراء شهدت الزهراء أصحاتك إلى البقية الليلة تقول أسماء وأنا أسماء أسماء صوت الزهراء تترمم بتلاوة القرآن وإذا بصوت الزهراء قد انقطع فجئت إلى الحجرة وكفت عند الباب يا بنت رسول الله فلم أسمع جوابه يا بنت من حمل الركمة بأطراف الرداء فلم أسمع جوابه يا بنت من صلى بالملائكة مثناً مثناً فلم أسمع جوابه فتحت باب الحجرة فتحت باب الحجرة فتحت باب الحجرة فتحت باب الحجرة لا أسمع الزهراء صوتاً ممدد على مصلىها نائمة على جنبها الأيمن صرخة صرخة نائمة على جنبها الأيمن حركتها حركتها وإذا بها قد فارقت ذو الدنيا شكراً رحمة الله النادى وفاطمة علام المنادم ومصيبته اقبل الحسن يا ريان يا اسماء اين امنا فاطمة ما نسمع ما نسمع عليها حجل حسن تركي حسين لعل امي فاطمة شوف ايا من مرضها ما نسمع ما نسمع صوت من الظهر يا اسماء اين امنا فاطمة قالت يا نائمة بالحجرة قال هذا ليس وقت نوه امنا فاطمة قد توجدهم الطعام فابيا ان يأكل ها لا نأكل الا مع امنا فاطمة ليش ما نسمع ولي نبنى ولا نسمع كلام الشعار طابة العلق وطعام ضرب ابن اللقام ويا اسماء سافرة عرق كلام الشعيدي يصيح لدفع وانترى قرب الكساة سامل مويا ريب يبنوا من كلامك لا يكون عاملها فعل السلامة وليت علتها تهون قال خويا من نحينه وبهبها ضرب المتون اسأل اللقظ له ينكسر من الزهر الجمع وين يبنوا من السلامة والجسد منها نحينه وين يبنوا من السلامة والجسد منها نحينه والظلع منها مكسر والظلع منها مكسر والظلع منها مكسر والصدر دمر ا 1933 التنزل اللقظOR ودخل قد حين يبنوا نهينه الان أه yo وون جاءت اكتب مكسر والله لا يبنوا منك واذا حوالي دور الوانيد بقلبك بقلبك الكبه الحسن على صدر امه الحسين عند رجليها امه فاطن انا حبيب وكل حسين كلميني قبل ان تخرج روحي من جسدي من نومة تنجي قادي يا مكسورة اضل العلق من نومة تنجي قادي يا مكسورة اضل العلق ونشبه دمع قيلي ترى نعزيزك احسن ما كانت العادة عن اولادي تصدي خانت دهر وتشمتت فينا العادة بيت الختام للزهر تخاطب ابيها رسول الله يا رسول الله اللي ما بجع يبجي بهالبيت ها اللي صار حال الزهرة الله يعودك على هالليلة ما تدري يتعود يلا دمعه على الزهرة نابت ابي يا رسول الله ليتك حالا لتنظر ما جرى على ابنتك من بعد يتقل له ابي يا رسول الله امر على عبده ضربني اه 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 امر على عبده حق البيت حقها ضربني ومن ضربت للكاح داخلي ومن ضربت للكاح دبني وللكسر جلبه ولا رحامه ابن النامس ما واحد حجب لي بيت الدعاء عريض للكون يقرأ صار خلاحده يا قرب ذوك يا قرب ذوك اهلية العيه على الماتة تنتصر اهلية العيه يا الباما يا الباما لبست الحزن طول الدهر يلبا دهيل ولا بقالي فكر يلبا أنش نكوين محسن سكر يا الله إلهي بستهراري وأذية إلهي بستهراري وضرع السهرار وضرع السهرار اخرج عنا اقضي حواليا وكأسواعنا بشكل مرام